بس كده واعتقد عندنا اشخاص يقدروا يتفاهموا مع الجهات دي يا رب كل الخير لمصر وانا بختم لازم احيل ازهر الشريف لانه اطلق مبادرة اه او حملة عبارة عن حملة توعية للمصريين وبمخاطر التلاق وده بداية حلوة او من الازهر ليه انا مبسوط ليه من المبادرة لان احنا امام ظاهرة اجتماعية خطيرة جدا ارتفاع نسب الطلاق ومؤشراته في المجتمع المصري فكده الازهر بيحط ايده على الواقع ما يطلع ليش بقى فتوى خارج السياق وبولي القبل وارضاع الكبير والكلام لا انت كده داخل في الصميم لقيت ظاهرة مجتمعية خطيرة بتهدد بناء المجتمع اللي هي الطلاق فانت بتعمل برنامج توعوي وتنصح فيه وتقدم وتدرس وتشوف واللي هو فقه الواقع فقه الواقع واتمنى ده بقى يبقى فيه تعميم فيه خطباء المساجد بدل الخطبة الجمعة الجوفاء دي اللي الواحد بيروح لا تزمن ولا تغني من جوة عامنا زي الاكل الضيت كده مش عارف بيجيبوا الاسماء والخطب ضمنين يكلمونا ندله مربعين عنوان احنا ورانا ايه معنا صحفيين ومعدين قد الدنيا يلا نطلع فاصل وبعد الفاصل الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ عماد الدين حسين اشتركوا في القناة